رأيت كتاباً من هذه الكتب جمع فيه صاحبه دعوات أنشأها فكنت أقرأ وإذا بالكتاب مليء بالخرافة والألفاظ الركيكة بل بعض العبارات التي هي أشبه ما تكون بالطلاس إضافة إلى ما فيه من استغاثات شركية ودعوات بدعية فقلت في نفسي من يقرأ هذا الكتاب ومن يرضى بمثل هذا الدعاء ما أظن أن أحداً يقبله ثم نظرت في آخر الكتاب وإذا بمصنفه يقول لما فرقت من تأليفه ترددت في نشله وحبسته وقتاً وأنا متردد في نشله فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لماذا هذا التأخير عجل بنشله وجاءني أبو بكر وجاءني عمر وجاءني عثمان وجاءني علي فوجدتني مضطراً إلى المسارعة إلى نشله والمبادرة إلى نشله وهذا القائل لا يخلو من حالتين إما أنه كادب أصلاً فيما ادعاه أنه رأى في المنام مجيء النبي وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أو أنه صادق بأنه رأى في المنام لكنه لم يرى إلا شيطاناً قال له إنه رأى إنه الرسول عليه الصلاة والسلام أو إنه أبو بكر أو عمر أو عثمان وقد كان الصحابة يسألون من قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كيف صفت من رأيت لأنه عليه الصلاة والسلام قال من رأاني فقد رأاني فإن الشيطان لا يتمثل به أي لا يستطيع أن يأتي على صفة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية لا يستطيع أن يأتي على صفة الحقيقية لكنه يأتي على الصفات الأخرى ويزعم أنه النبي ودخلت من هذا الباب على أقوام خرافات كثيرة جداً وأذكر أن أحد السائلين من الجهال جاء إلى أحد مشايخنا وسأل قال يا شيخ رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام قال صف من رأيت قال رأيته رجلاً حليقاً لحيا عليه البدلة والكرفتة هذه الصفة فبين له الشيخ أن هذا شيطان وأزيد على ما قاله الشيخ أن هذا الشيطان شيطان فرنجي نسى الله العافية فكم من الفرافة والضلال والدجل دخل على الناس دخولاً واسعاً كبيراً فظلوا بمثل هذه المنامات المدعات الكاذبة الفاجرة التي ليس من ورائها إلا إضلالوا الناس وصدهم عن سواء السبيل